يا صباح الخير على كل مشاهدي شفكة انت ان نايل لايف نهارك سعيد يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا ويوم سعيد على مصر كلها. بداية اسبوع مليانة بالاحداث السياسية وطبعا موجة برد لسه مكملة معينا شكلها كده لنص الشهر ولا الاخر الشهر تقريبا هندخل عليه. يعني ربنا يسطل ربنا يكون فاعلنا سباح الخير عليكم. سباح الخير ما هي سباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل خمستاشر يناير الفين واثناشر. من عدد كده من السنين انا ما حسبتهمش انه مهم ان هو يوم خمستاشر يناير الف وتسعمية وتمنتاشر كان ميلاد الزعيم الراحي الجمال عبد الناصر. النهاردة عندنا فقرة خاصة بالزعيم الراحي الجمال عبد الناصر بذكرى ميلاده آآ وحنستضيف فيها الاستاذ جمال شقرة استاذ التاريخ بجامعة عين شمس. في الفترة اخيرة في مصر شفنا جدل كبير جدا على منظمات المجتمع المدني. ناس كتير جدا متخوفة. انا مش عالف الله هي الناس ولا الحكومة. بس متخوفين من مصادر تمويلها واوجه الانفاق للمنظمات دي. فعشان نقدر نحل الموضوع عايزين نعرف ايه اللي بتقدمه منظمات المجتمع المدني. ايه الاهداف منها. التمويل بتاعها بيجي ازاي في العالم كله مش بس في مصر. فحيكون معنا النهاردة استاذ حافظ ابو سعدة امين عامل منظمة المصرية لحقوق الانسان حيتلمنا عن كل حد. الاستاذة فاطمة المرسي هي شاعرة. وكانت عايشها في امريكا فترة طويلة. واخيرا من حوالي سنة تقريبا رجعت مصر. عاملة ديوان جميل جدا عن مصر. اه اه والديوان الشاعري بتاعها الحقيقة اه منقسم الى قسمين. قبل الثورة وبعد الثورة. اه دفتنا فاطمة المرسي هتكون معنا وحنتكلم معاها عن الديوان الخاص بيها. طبعا خبر اه ان البراد عيب كل برادة. اه طبعا نسحب من اه انتخابات الرئاسة. انطباعك ايه عن موضوع ده? يعني ما انا قلت انطباعي ايه بانا حقول انا معه ملا ضد وده مش مش اللي انا قدر اقوله الصبح بس اه. لا انطباعك كل اللي مكانوا نازلين الرئاسة لحد دلوقتي هما مرشحين محتملين مش اساسي انه هما كلهم هيكونوا موجودين. طبعا. لحد النهاردة احنا ما نعرفش مين اللي بالفعل هيكون موجود في انتخابات الرئاسة القادمة. فما نقدرش نحكم عليه. بس اللي كانوا اه يعني بيدعموا البرادعي اكيد هيكونوا متضايقين. اللي ما كانوش بيدعموه مش مش هتفرق معاهم قوي اللي حصل. والله انا بس دايما حاجة واحدة بس بيني وبينك يعني. بغض النظر انا برضو زي ما انت بتقولي احنا يعني فيش حد عارف هو مين اللي هيبقى رئيس الجمهورية بعد كده او مين لحد دلوقتي مين اللي حينتخب. حينتخب. انما متدائم ان هو واحد من ضمن الناس اللي كانوا كانوا بيدفعوا للثورة. كان بيدفعوا لانه يبقى فيه تغيير واي 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 واي. فواحد من ضمن الناس المفروض ان هو بقى متواجد على الساحة لكن. بس هو واحد من ضمن الناس كتير جدا شايفة ان الفساد في مصر لسه ما راحش وان النظام السابق لسه موجود. اكيد اكيد هو بالزبط هو يعني معرض شفت وديليت. شفت وديليت. حلو شفت ده وديليت ده. معرض هيكون معانا في مصطفى البنة وباسم يسري فنانين تشكيليين. هيكون معانا في فقرة من الفقرات اليوم. تعالوا مع بعض نبتدي بقى يومنا والاستاذة امال عودة اللي بتشرفنا دايما الصبح كده وتستعرف معانا الصحافة وعدت خانق معها شوية ويبقى فيه جدل كده ما بين يوم وبينها اه الصحافية في جريدة الاهرام هي الفقرة الجاية نهارك سعيد.